بسم الله الرحيم والصلاة والسلامة والرحمة العالمين. الحكم الشرعي لفوائد شهادات الاستثمار والادلة القاطعة على حرمة الفوائد التي تأتي من شهادات الاستثمار. سقول حضرت حضرتكم ادلة كثيرة جدا على تدل على حرمة فوائد شهادات الاستثمار. ولا يختلف على اثنان. لكن قبل ما هقول الادلة ديت. هقول لحضرتكم نبزة عن قوبة اكل الربا. عشان تعرفوا ادلين مسألة من خطيرة جدا. اولا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. لعن الله اكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي عدلة. يعني اي انسان له علاقة بالربا بشكل مباشر. غير مباشر ملعون. مطرود من رحمة الله. عليس تاني خطير وصحيح. مجموع طرق حديث صحيح. لا يدردك عن درجة الحسن او الصحيح. رابعة واحدة. سيدنا عبدالله بن مسعود يقول سمية رسول الله يقول درها مربة اشد عند الله من ثلاثة وثلاثين زانية ادناها ان ينكح الرجل امه في صحن الكعبة. والعزو بالله. يعني ليأكل ربا متعمدا درها مواحد اشد من هو يزني تلاثة وثلاثين زانية. اقل لوحدة فيهم انه يزني بامه بامه في صحن الكعبة. حديث ثالث في عقوبة الربا. الرسول صلى عليه وسلم يقول في قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فالأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثين. ده مش كده وبس قال يا ايها الذين املوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من رسوله وان طبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ده في الدنيا فاذنوا محاربا من الله ورسوله فالدنيا باش في الاخر. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الايات دي لا يقوم يبعثوا اكل الربا يوم القيامة مجنون ان يتخبط يعني يطلع من ابره زي السكران زي المجنون مجنون ان يتخبطه الشيطان امام الناس. اللقب الرابعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف اكل واحد بيزبح في بحر دم. كلما هم ان يخرج من هذا البحر القامه ملك بحجر فاكله. وشافوا بطنه مليانة افاعي وعقاربه. قال له من هذا يا اخي جابريل هذا اكل الربا. ده مش كده وبيس ده رابرة سبحانه تعالى سمى اكل الربا كفار اسيم. مش كافر كفار. ده شديد الكفر. شديد الاسم. وعندنا قال لي امحق الله الربا. يعني ليوم كن الربا ربنا يبارك فيه. يزالك فيه عقوبة في الدنيا. فاتنه بحرب من الله الرسول. لازم. فالانسان اللي بيتعامل بيأكل بالربا. يصاب بالامراض وبالكوارث وبالمصائب التي في الدنيا. رغال ان الربا ده من اشد يعني الحرام درجات. فالربا ده من اشد درجات الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ان الرجل اللي يقذف باللقمة الحرام فيه. باللقمة الحرامي في جوفه. فليقبل منه صرفا ولا عدلا اربعين يوم. لقمة واحدة بس. لصالة ولا سمه لا اي حاج تتقبل. دي بعض القبات للربا. طب ايه القدلة بقى ان الانفايدة استثمار ربا. الدليل الاول. انها مش استثمار ولا حاجة. دي الاول اللي انت ضمن فلوسك. انت حطيت مبلغ من المال في البنك عشان تاخد فوائد. واشترطت على البنك انك انت في اي وقت تاخد فلوس تاني. فين التجارة هنا بقى? التجارة بمعناها المضاربة. يعني المضاربة. يعني المضاربة معناها ان انت يتضرب يتضرب. معناها انت بتقول لواحد خد فلوس دي شغال هالي. او انا معك على المكسب والخسارة. لغير ما تشترط عليه انه لازم يرجع لك فلوسك. لان التجارة مكسب وخسارة. وساعات الخسارة تبقى اكتر من مكسب. لكن كلك تشترط على واحد. يبقى ايزا انت مش بتستثمر في البنك. انت تقرض البنك كاردا مقنعا. انت بتدي البنك كارد. مش بتستثمر بتستثمر في البنك. لذا انت ضمن فلوسك تاخدها في اي وقت. يبقى يبقى ده مش تجارة. ولا هي مضاربة. ده قاردة مقنع. والقاردة ممكن يبقى من فرض المؤسسة. او من مؤسسة الفرض. او مش معنى انه هو بنك كبير وانت فرض. انه ده استثمار. لا مش استثمار. انت بتديه قرد. انت بتريد قرد. ده هي ثانية انت فايدة ثبتة. في اتجارة في الدنيا. إنت فايدة ثبتة عيتها ثبتة. ممكن الاتجارة في شهر مشهور تجيب 100%. في مragon شريكك لازم تديني 100%. زي ما انت اختبت 100%. انا قوم ناخد 100% على قدر الفلوس بتاعتي. انت انت بحضرت انت بتجرب 10 ألف جنيه. وانا بتجرب 1000 جنيه. يبقى انا ليه عشر المكسب. انت كسبت مئة في المية. العشرة راف جنيه دي. هتديني برضو مكسبك مئة في المية. على قد. بس حقه يا عيبه لها عشر المكسب اللي هو آلف جنيه. لكن لازم اخد زائد مئة في المية. لكن انت البنك بتتفق مع البنك انه هيديك ارباح قد كده. مولاكش يدعب مكسب البنك. المكسب البنك ممكن يكسب مئة في المية برضو بيديك. يبقى دي فائدة ثابتة. بقى فين بقى فين العدالة هنا. ده ده مبدأ غير عادي. ده مبدأ ظالم. يبقى ده. يبقى فين بقى التجارة هنا. يبقى انت اضمن فلوسك. نخدها في اي وقت. نجيبش تجارة. البنك يكسب او بنك يقصر. انت اضمن فلوسك. يبقى انت بتسلي في البنك. انت مش بتقرد. انت مش بتستسمع. انت بتسلي في البنك. بفايدة ثابتة. زي بالزبط واحد يقول له واحد انا عايز ستريف منك. بتسلفني انا محتاج فأقول لك خد المبلغ ده قرد وبعد. وكل قرد. كما قال العلماء اصول فيه. كل قرد جرى نفعا فهو ربا. انت بتخرد البنك. مش بتسلفه. التالت حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح. يأتي على الناس زمان يأكلون من ربا. قال له كلهم يا رسول الله. الصحاب يقول له الصحاب يتعجب. كلهم يا رسول الله قال لما لم يأكل يا الربا فسيصيبوا غباره. يعني هيتلط من الربا بشكل مباشر. بشكل مباشر. إلى كير مباشر. تكلام من قرارeous الصلاة على الreek ان Atrus. وهو ده زمن تحبين فيه. يبقىwegen. كأن الليGA. كأن اكثر الناس د destruه يوريكم عن البنوك اللي هالقائلة اللي هالド الذي تعرفون ال isso. اللي حصلون بس لها البنوك حكومية او بلوك اللي بتقففوع اظام بلاد قائمة عن نظام فاسد وهو نظام الربا. فzetأكل كل الناس. الا ما لا من رحم ربي طب دي مسيبة قبيرة جدا. دي مسيبة كبيرة جدا. لما الإنسان يدخل نفسه الحرام يحبط عمله كله طب إيه الحل الناس يقول للأدلة طيب يأتي على الناس زمانه يأكله من الربا كلهم يا رسول الله إذن المستثنى زي ما نقوله جاء الناس إلا أحمد يقول للناس جم إلا واحد الأكثرية بتاكن من الربا لما يقول من لما يأكل من الربا فسيصيبه غباره يعني يصيبه غباره يعني هيصاب بغبار الربا لأن الدولة نفسها بتقترب بالربا البنك المركزي نفسه في الدولة بيدي مرتباته للناس من قروض دولية بتقريضها الدول النامية من الدول الدول العالم الأول بالربا وبالتالي كلنا بنأكل من المال ملطوط بالربا لأن البنك المركزي طبعا فيه حاجات تانية كتير لكنها بايزا فعلا أقصر الناس تقوى بيأكل من الغبار الربا والدليل بعد كده الحرم تهزيل هو بيديك انت الفلوس دي اللي هي الأرباح بتاعت الشهادات بتاعتك بتدالك منين من شيء من حاكتين البنك بيكسب من حاكتين إما لو بيخش شريك في مشاريع كبيرة أو أنه هو بيط بيعطي قروضا ربوية صريحة للمستثمرين أو مش عوية مستثمرين للمرابين فلان فلاني الملياردير اللي مش عارف إيه بيرح في بيخد الأرباح اللي بتيجي من القروض ربوية صريحة ده بقى بباس من القرد صريحة واحد بيقول البنك ده بيتعامل من نظام فاسد بيسمح بيعطاء قروض فبيروح واحد أنا عايز أخد قرد من مليون عشرة عشان أعمل كذا يديله فيكسب منه ويدي لك المال الحرام اللي هو كاده من الربا يديه لك انت كمودع يبقى أنت يبقى أنت بتاخد مال حرام بتاخد منه حرام حرام وأنت عارف قابل على نفسك ده بعد كده إن المال ده حرام البنك ما بيفرقش من الحلال وحرام لأنه مانك معندوش معندوش لجنة فتوى بدواشر بمتعب المبدأ الغاية تبرر وسيلة نظام الرأسمالية نظام الماركسية إنه أي حاجة تجيب فلوس ماشي فواحد يروح أنا عايز أعمل قرية السياحية ترق فيها الخمور ونمارس فيها الزنا وتمشي فيها أن النساء عريات شبع عريات بالميوهات ودسكوهات ورأس وفساد وكل شيء بيتطفع من هذه القرى زي القرى السياحية الموجودة في مارينة وفي كفر الشيخ كلها أجانب كلها بيتطفع واحد عايز يعمل مالها ليلة نايت كلاب يدي له واحد عايز يعمل فيلم سينمائي يدي له واحد عايز يعمل كافيتيريا كبيرة يشرف فيها يشرف فيها الدخان وتشرف فيها المخدرات ويدي له بيزا وعادي عايز من فيلم سينمائي يدي له أي شيء بيجيب فلوس فالبنك بيدي له بصال في النظرة بقى كان حلل وحرام بلا حرام بيزا يبقى حرام على حرام بيزا البنك بيقرد المرابين دول قروضا ربوية والقروض دي ومشاريعها أصلا نشاطها حرام نشاطها حرام ومعادي ياخد فلوس دي دهاء لكنت عايزي أقلم من كده أدلة إن المال ده ما الحرام طيب عنفترض المستحيل زي بعض من الشيوخ يجيزون هذي اللي بتاع ويقول إنها حلال عنفترض المستحيل وقوله إن دي حلال طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نهان على الأمور المشتبه فيها ودخله في نطاق الحرام بشي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحلال وبين والحرام وبينهما أمور المشتبهات لا يعلم هنا كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وإرضي ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام أخبركم الجملة من وقع في الشبهات ووقع في الحرام يعني افترضنا المستحيل وقولنا إن الممر ده مشتبه فيه يعني لسه حراما قطعيا فهو يدخل في نطاق الحرام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ألف الحديث من هنا أداة شرط فمن وقع في الشبهات ووقع في الحرام يبقى إذن أموره مشتبه فيها لازم تبدأ عنها تماما زي ما بتبدأ عن الحرام ولا هتقع في الحرام هتقع في الحرام دليل تاني إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يكون الرجل لا يكون الرجل من المتقين حتى يدعى ما لاس فيه بأس خشة الوقع فيما فيه بأس لا يكون الرجل من المتقين لازم يكون عندك حد أدنا من الاتقه حتى تخته تدخل الجنة ما يفعحش بس一個 مؤمن لازم تكون تقي وسيقة الذين اتقوا إلى الجنة زمر مقشو سيقة الذين أمانوا ووسيقة الذين اتقوا إلى جنة زمر زمره من أهل لدرجة وقال في سلوة البقرة ويسخرون من الذين أمانوا ولذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ما ما يقالش ولذين أمانوا فوقهم يوم القيامة يبقى عشان تبقى في الجنة وتبقى فوق الناس اللي في النار لازم تكون في عندك حد أدنى من التقب ولا يبلغ الرجل لا يكون الرجل من المتقين أو لا يبلغ رجل درجة المتقين حتى يدعى ما لاس فيه فقط لازم تسيب بعض الحلال حتى يدعى ملاس فيه بأس يعني ناسي بسيب بعض الحلال مش بعض الامر مشتبه فيها نزالك سيدنا عمر وسيدنا وبكر بيقوله كنا نترك تسعة عشر الحلال خوفا من وقاف الحرام تسعة عشر الحلال مش الامر المشكوك فيها الحلال لا احنا دلوقتي بنتلكك عشان نحرم نحلل الحرام يعني هما كانوا بيشيبوا تسعة عشر الحلال الحلال القطعي مش العلال فيه شك يعني ده كلام سيدنا وقف سيدنا عمر مش بيقولش كنا نترك تسعة عشر الامر مشتبه فيها كنا نترك تسعة عشر الحلال يعني معناه نوع متأكد نوع حلال بس بقى فيها نوع من الطرف فيها نوع من الدنيا هتاخدوا من العبادة بيسيبها من شدة وراهم وخوفهم واحنا بنعمل العكس هما بيبعدوا عن الحرام الحلال واحنا بنحرم الحلال بالحل الحرام فإذا كل ده طب إيه الحل حل أنت تنقل فلوسك لبنك إسلامي هتقول لي بعض الناس هقولك البنك الإسلامي هما برضو معاملاته مش كلها صحيحة وبعد الناس قالك ده من الباطن بيحط ها الكلام ده ممكن يكون صحيح فعلا بس فيه فروق فيه فروق بين البنك الإسلامي والبنك الغير إسلامي إيه الفروق دي أولا الفايدة مش سبتة مية في المية وتتغير تغير بسيط بإذن ده أبعد شوان الحرام الحاجة الثانية البنك الإسلامي المستحيل يدي قرد ما مش ممكن يدي قرد لحد بإذن ده أبعد الحرام ده أبعد الحرام برضو الحاجة الثالثة المفروض للبنك الإسلامي في لجنة تباشر الحلال والحرام مش ممكن واحدة يقول له ما عايز أعمل كفاتيريا ولا عايز أعمل نايت كلاب ولا كباريه ولا قرية السحية حيددوله أبدا ولا ممكن البنك الإسلامي يحقش يشريك في المشاريع دي. يبقى يزن يبقى يزن البنك الاسلامي احسن البنك غير اسلامي. الحاجة اللي بعد كده ان انت خدت بالاسباب يعني انت خدت بالاسباب. وانت لازم تخد بالاسباب. وتعمل كل ما في وسعك. وبعد كده ربنا يسامح. يبقى انت اسمك عملت حاجة. انت طلعتها من رقبتك وعلاقتها في رقبتهم هم. سكان هم عندهم وعملت غمان. مش هتقدر تحط فلوسك في البيت. لان ممكن تسرق. هتطار تاخب منها. عشان كل ما تحتاجك هتاخب منها. هتبقى قدام ايدك. مش هتقدر تمنع نفسك تاخب منها. وممكن تسرق. وممكن وممكن. لازم لازم تشلها في مكان امين. اعرفش غير البنك. فاقيم انت تودي فلوس دي البنك. وتعطها في خزنة. متاخدش منها حاجة خالص. وده اصلا طبعا احسن الخيارات. او انت تحطها في بنك اسلامي. بيديك فايدة. فيها شبهة. لكن اقل من المكة التاني. وبما يكون اقل بكتير. وبما يكون المهم منها اقل. وبعد كده. متاخدش من الفواد دي. الا بالكاد اللي كافيك لحتياجاتك الضرورية. يعني ما افترض ان انت واحد دخله محدود ودخله بسيط ومحلتش غير مبلغ معين وحطه. فمستحيل كافي احتياجاته الضرورية من الباقي. يعمل ايه? ياخد اللي كافيه بالاحتياجاته الضرورية من الفايدة اللي بتيديها له البنك الاسلامي. هو هتخلص من الباقي. يبقى هو كده. يبقى كده. تأمنت نفسك. وبقى ادفع احسن ابعد ما يكون على الحرام. مش بعيد عنه 100% لكن ابعد ما يكون على الحرام. وتقدر تعتبر نفسك من اللي بيأكله من الغبار الجريبي. لكن غير كده. يبقى تعتبر نفسك في مصيبة كبيرة جدا. فايزا يبقى مفيش حل غير هو هو الحل وحضرتك عليه انك تعضع فلوسك في بنك يعني قريب من هو بنك اسلامي وتاخد بالكاد اللي كافيك لحتياجاتك الضرورية وتتخلص من الباقي. ازا كنت غاني ودخلك بيكافيك بتاخدش حاجة خالص. ووجع من البنك خزنة بس تحط في فلوسك ومتاخدش حاجة. انا هكتابكم الكلام ده في الوصف بتاع فيديو. انسخوه شروع نشهاد العلمي في ثواب عظيم. وعطلقوا الاراء العلماء بان هذا حرام. والادلة. طيب في الوصف انسخوا هذا الكلام وانسخوه نشهاد العلمي في ثواب عظيم. انا علم علما في النهاء اجر ما نعمل بها من القيامة. اللي يمكنك ذلك من قريم تاني شوش تفعيل الجرس والاشراك في القناة. لسا لكم كل جديد. وساعدوني على شراء الله في القول هذا. استخدامكم.